في مفجأة كبيرة اعترف أحمد الفشاوي بابنه غير الشرعي من زوجته الألمانية تيتوس بعد سنين طويلة من الرفض ونشر صورة لي معاه هو وزوجته السابقة في حمام السباحة يطر الفشاوي راجع لزوجته من جديد؟ وهل اعترف فعلا بابنه؟ ده اللي هنعرفه سوا تابعونا للنهاية للمرة الأولى نشر أحمد الفشاوي صورته على صفحته على انستجرام مع زوجته الألمانية دانيس وولمان وابنه غير الشرعي تيتوس ونشر الفشاوي السور اللي ظهروا فيها داخل حمام السباحة وعلق وقال أهلا في بيتك يا صغيري أنا أحبكم العائلة تأتي أولا وبعد لحظات بدأ المتابعين يتفعلوا مع السور وكتب بعضهم انت رجعت البعض ولا إيه؟ هي دي سور قديمة أسرة صغيرة سعيدة إيه الأخبار الجميلة دي؟ والله هي ست جميلة شكلها بنت ناس معرفش سبت بعض ليه؟ أحسن حاجة عملتها ما شاء الله ده نسخة منك برافو يا فيشاوي أخيرا اعترفت أكيد عملت الصح ورجعتهم لحضنك الحكاية بدأت سنة 2019 لما نشرت زوجته السابقة هند الحناوي صورة البنتها لينا مع طفل صغير اسمه تيتوس وكتبت على إنستجرام أنا سعيدة جدا لأنني أخيرا ليه أقف هذه الحياة وأن أكون قادرة على صنع الذكريات معه أحبك كثيرا يا تيتوس لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا وبعدها كشفت هند الحناوي أسرار الجمهور عن قضية نسب جديدة تقص الفيشاوي وقالت إن الموضوع بدأ من 9 سنين وده كان أثناء زيارة بنتها لينا لولدها لما تعرفت على سيدة أكنبية من ألمانيا كانت زوجته وأكدت إنها اتوصلت معاها بالبريد الإكتروني عشان يحصل ود ما بينهم بس هي ما ردتش في الفترة دي وبعدها بعتت لها البنت الألمانية رسالة على إنستجرام وطلبت تتعرف بيها عشان ابنها تيتوس يتعرف بشيقته لينا وكان لها شرط وحيد إن تيتوس ما يظهرش في الإعلام خالص وبعد فترة بقت علاقة لينا وتيتوس قوية جدا وقربوا من بعض كمان كشف المحامي شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي عن إنه طلق مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية اسمها دانيس وولمان وطلبت منه إنه يتولى قضية إثبات النسب لابنها تيتوس من أحمد الفيشاوي أحمد الفيشاوي اتعرف على دانيس أثناء زيارته لألمانيا ونشأت بينهم قصة حب انتهت بالجواز ونفصل عنها بعد أسابيع من جوازهم وبعدها بيرت دانيس أرقام هواتفها وصفحتها الشخصية كمان على السوشيال ميديا وبعد فترة سافر الفيشاوي ألمانيا وشاف ابنه وتعرف عليه ونشر صورة ليه بعد إحدى مبارياته في الكاراتي وكتب ابني أصبح كبيرا وقويا فاز بفئة الكاراتي استمر في التقدم يا تيتوس كيف ينشر الفيشاوي أي صور جديدة لحد لما فاجئنا بصورة جماعية ليه هو وزوجته السابقة دانيس وابنهم تيتوس وحتى الآن مفيش أي معلومات أكيدة إن الفيشاوي يرجع بشكل رسمي لدانيس أو حتى اعترف بابنه تيتوس وعدل اسمه في الصفارة الألمانية بس ظهورهم سوا في الصور بتشير لاقتراب عودة لم شامل الأسرة بنتمنى كل التوفيق للفيشاوي وعائلته اكتبوا نبا أنتم في التعليقات إيه رأيكم في تصرف الفيشاوي